الحرب في تعز مملة وغير قابلة للانتهاء هكذا تقول المشاهد القادمة من هناك إذ لا يفرق القناصة بين طفل وشاب وامرأة محمد وهيب الهواري قد لا يكون آخر الشهداء المدنيين حيث سقط برصاص قناصة في حي ثعبات وتاليا ستقول الميليشيا إن إحالة طفل إلى جثة هامدة انتصار ساحق وتقدم في جبهات مشتعلة تلك الأخبار المتداولة في محافظة كاملة تعيش الحرب والحصار منذ سنة ونصف بينما تستمر الميليشيا بدفع التعزيزات إلى جبهات القتال في المدينة ومحيطها في ظل استمرار المواجهات في الجبهة الغربية بالقرب من مفرق شرعب والجبهة الشمالية في الستين والخمسين وأجزاء واسعة من الجهة الشرقية في محيط حي الدعوة والزهراء وثعبات في ريف المحافظة لا يبدو الوضع أفضل حالا منه في المدينة ذاتها ففي مديرية الصلو فشلت الميليشيا في تنفيذ محاولة تسلل قامت بها وقال مصدر ميداني في الجيش الوطني إن قوات الجيش تمكنت من أسر عشرة عناصر من الميليشيا حاولوا التسلل والالتفاف على مواقع الجيش والمقاومة في منطقات حجامة بينهم ستة ممن يعملون في صفوف الميليشيا في ذات المنطقة أما في منطقة الأحكوم شهدت الجبهة اشتباكات متقطعة وقصفا متبادلا بين الجيش الوطني والميليشيا المتمركزة في منطقة الأكبوش وتبت الأنكوب وكانت ذاتها الميليشيا في نفس المنطقة حاولت استهداف موكب وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي في مديرية المقاطرة أثناء عودته من منطقة صبع وتعرض موكب المسؤول الأكحلي لإطلاق نار كثيف في منطقة سوق الربوع واتباب المرتفعة المحيطة بالسوق ما أدى إلى سقوط جريح واحد من مرافقي الوكيل اشتركوا في القناة